من أسباب الإلحاد حقيقة الإضطرابات النفسية وقد قلست عند مجموعة من هؤلاء وذلك قبل عقدين من الزمان وأريد أن أربط ما بين الماضي والحاضر في قراءتي لكتاب مصرع الإلحاد فالشيخ وإن كان ذكر نماذج وقصصا في هؤلاء الذين اضطربت نفوسهم وضاقت نفوسهم في الدنيا بما رحبت ويبحثون عن سعادتهم ولم يجدوها إلى الآن بل إلى قيام الساعة إن كانوا أو ساروا على نفس الطريق أذكر أن بعض الطلاب الجامعيين الذين جاءوا وجلسوا معي واحد تلو الآخر وهم يتحدثون عن إنكارهم للذات العلية أو تنكرهم للحق وسبب ذلك أنهم وقعوا في ما وقعوا فيه منذ الصغر الحياة والبيئة وما حولهم مما وقع لهم في صغرهم أو في حياتهم طول السنوات إلى أن وصلوا إلى المرحلات الجامعية وفوجدوا المتنفس لهم في بيان ما كانت تكنهم أنفسهم مثال على ذلك أن هؤلاء منهم من وقع في إشكال مع أبيه أو مع أمه أو رأى بعض التصرفات بين الوالدين مما لا ترضاه نفسه ويظن أن الحامل والداعي أو الباعث لذلك هو الدين فهو لم يفهم الدين لم يقرأ لم يتواضع فيقرأ أدنى يعني كتيب أو أصغر كتيب فيما يتعلق بالإيمان أو بطاعة الله حتى القرآن الكريم منهم من جلست معه وهو أصلا لم يقرأ القرآن وقد وصل إلى المرحلة الجامعية ولا تستغربوا هذا الحد أن البعض منهم يقول أنه يقرأ في رمضانك هناك من الشباب الذين وصلوا إلى المرحلة الجامعية وهو لم يقرأ القرآن ويتفاجأ عندما أسوق له آية من الآيات القرآنية على كل حال لا أريد أن أطيل وإنما أذكر هنا مسائل مهمة في قضية الإطرابات وهي مسألة أن ما يقع بين الوالدين له دور وكما ذكرت لكم جلست مع أكثر من واحد فوجدت أن الخلافات العائلية كانت سببا من الأسباب في تنكري هؤلاء على دينهم لأنهم ظنوا أن الدين هو السبب الحامل والباعث لهذه الخلافات الأمر الثاني ما يقع على الإنسان نفسه هذا الشاب أو هذه الشابة ما وقع لها من بعض الأحداث أو المواقف سواء كانت الأخلاقية أو العنف الأسري سواء من إخوتها أو من أخواتها كان له أيضا الدور في بروز مثل هؤلاء كذلك من الناحية الاجتماعية وجدنا أن البعض منهم من يتنكر على الدين ويحاول أن يتنصل من هويته ومن دينه بسبب مكانته الاجتماعية فعندما يستصغر ويرى الاحتقار من الآخرين تجاهه يحاول أن يعوض ذلك بمثل هذه المواقف سواء يريد شهرة أو انتقاما من الوضع الذي وقع فيه فهذه كان من ضمن الأسباب أو أعظم الأسباب التي تجر هؤلاء إلى الإلحاد ولو كان الإيمان مغروس في سويداء قلبهم وقد قلست مع بعضهم وقلت لهم ما زال الإيمان يجري فيك والدليل كلمات نجد هؤلاء من يتصدى في هذه الأندية أو هذه المساحات أو يقول عفويا يقول ما شاء الله ما شاء الله أو يقول مبارك عليكم أو الله يبارك لكم فهو عفويا تأتي هذه الكلمة بأن ما زال الفطرة باقية لم تخفض كلها وما زالت البذرة الأولى التي بذرت فيه باقية لم تقتلع من القذور فنجد ما بين الفينة والأخرى دواعي الخير تظهر منهم أو من كلماتهم ترجمة نانسي قنقر